استعرد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إيناس عبدالديم حول الفعليات التي تم تنفيذها بمحافظتي قنا وسهج خلال الفترة من الثالث وحتى الثاني عشر من مارس 2022 أكد رئيس مجلس الوزراء أن الثقافة والفنون تشهد حاليا حراكا إيجابيا واضحا باعتبار أن الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر النعمة مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة وكذلك متنوعة في مختلف المحافظات من جانبها أكدت وزيرة الثقافة أنه في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية نجحت وزارة الثقافة في إقامة فعليات ثقافية وفنية بمحافظتي قنا وسهج لتكسيد فكرة السياحة الثقافية والفنية وترويجي للسياحة الداخلية والخارجية